اليمني وحده في مواجهة الانقلاب حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحزن اذ تباينت آراء الناس حول تدخل التحالف وأهدافه وجديته في دعم الشرعية في حربها وإعادة سيطرتها على البلاد غير أن الخيبات والهزائم السياسية والعسكرية المتوالية للشرعية والتحالف دفعت باليمنيين إلى التوجس والحذر من العاصفة ومآلاتها يبدو أن معركة القضاء على انقلاب الحوثي لم تعدت أولوية على الإطلاق لدى التحالف العربي وإنما كان هناك عبث خمس سنوات أغرقت اليمن في تفاصيل كثيرة من الهزائم النفسية لا أستطيع حتى نقول هناك هزائم عسكرية بقدر ما كانت نتاج عن تصرفات التحالف أو إرادة التحالف أن نصل إلى هذا المستوى قبل خمسة أعوام وبعدها لتزال المواجهات على أطراف مدينة مأرب التي سارع الحوثيون بعد إسقاطهم العاصمة صنعاء وتمددهم في المدن اليمنية إلى محاولة السيطرة على هذه المحافظة الغنية بالرفط والغاز صحيح أن لمأرب خصوصيتها وعوامل قوة تمكنها من اتخاذ قرار المواجهة الذي تستحيل معه محاولات إسقاطها بيد الحوثيين لكن في مقابل ذلك تم تتحديات تواجهها المدينة حيث تشهد أطرافها مواجهات محتدمة بغية السيطرة عليها عدنا إلى نقطة الصفر أو نقطة البداية كما يقول البعض كانت المواجهات على أشدها قبل أن تتدخل التحالف على حدود مأرب واليوم عاد إلى هذا إلى نفس النقطة التي كنا عليها مأرب لديها نقاط قوة وهم القبائل وأيضا كل النازحين من مأرب وهذه تعتبر نقطة قوة ولا يستطيع الحوثيون أن يتجاوزوا هذه النقطة وأيضا لا ندري هل التحالف لديه خطة لا يريد تحرير صنعاء وبالمقابل لا يريد إسقاط مأرب بالنظر إلى التغير الواضح في مسرح العمليات العسكرية بعد سقوط محافظة الجوف وتراجع قوات الجيش من نهم شرق صنعاء يتضح أن انحسارا وعجزا واضحين للشرعية في إحداث تحول فعلي يزيل الخطر على المدينة خاصة واليمن بشكل عام عمدت دول التحالف خلال الأعوام الماضية إلى تحقيق مكاسب بعيدة عن أهداف التدخل في اليمن إذ لم تلتزم باستحقاقات المرحلة بل عملت وبشكل واضح على إطالة أمد الحرب وإضعاف الشرعية وهو ما يدفع الناس هنا للمطالبة بمراجعة سياسة وأهداف هذا التدخل اليوم تبل القد خليل الطويل قناة بلقيس مأرب